من لم تقتله رصاصة الاحتلال يقبر في سجونه اهمالا احمد بدر عبدالله ابو علي ذو الثمانية والاربعين عاما والمحتقل منذ اثني عشر عاما ارتقى الجمعة بعد تدهور حاد في حالته الصحية جراء تعرضه لجريمة الاهمال الطب المتعمد من قبل ادارة سجون الاحتلال الاسراء يعلنون الاستنفار والحداد ثلاثة ايام عقب استشهاد الاسير احمد ابو علي نادي الاسير الفلسطيني قال ان هؤلاء الاسراء قرروا وقف كافة مظاهر حياة الاحتقال اليومية في السجون احتجاجا على استمرار جرائم القتل البطيء التي تطالب وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وفتح تحقيق بشأنها على المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان تحمل المسؤولية والتحقيق في جريمة استشهاد الاسير وكشف ملابساتها الخارجية الفلسطينية اضافت ان سياسة الاهمال الطب التي ينتهجها الكيان بحق الاسراء جسء من جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وفي الضفة والقدس المحتلتين مشهد الاعتداءات والاعتقالات بات يتكرر يوميا فلسطينيون اصيبوا بالاختناق وبرصاص قوات الاحتلال ومستوطنية في مدينة جنين وشرق القدس وفي قمع مسيرة مناهضة للاستطان شرق نابلس واعتقل اخرون كما اصيب اخر عمدا في عملة دحس من قبل مستوطن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قمع على يد قوة الاحتلال ومستوطنيه يعد حربا مفتوحة عليه حرب اتسعت رقعتها مع تصعيد الاحتداءات والانتهاكات الجسيمة والاعدامات الميدانية اشتركوا في القناة